بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الكورس الاحترافي في صيانة مدر برد الابتوب انا معكم المهندس حسين الياسين في محاضرة جديدة محاضرتنا اليوم ان شاء الله ستكون عن IC المقارنة LM393 أو LM358 IC LLM باختلاف الأرقام الخاصة به هو عبارة عن IC Comparator هو عبارة عن IC مقارنة هذا IC هو عبارة عن Dual Comparator من الداخل هو مؤلف من بوابتين AND Gate وبوابة AND Gate هي بوابة الضرب أي هذه البوابة هي ثلاثة أطراف طرفين كدخل وطرف كخارج ولكن بالضرورة أن يكون الداخل موجود على البنة الأولى والبنة الثانية حتى يكون لدينا خارج على رقم ثلاثة IC LLM393 هو عبارة عن Dual Comparator أي 2 من البوابات المنطقية لو فتحت ال Data Sheet الخاصة بهذا IC نلاحظ أن نفس IC له أكثر من رقم وكل ICات بنفس الرقم تعمل بنفس الوظيفة LLM193 أو LLM193 أو LLM193 أو LLM193 أو LLM193 أو LLM358 نفس الموضوع نفس آلية العمل نلاحظ هنا Low Power Low Offices VOLTAGE DUAL Comparator هذا ال OIC له الكثير و الكثير من التطبيقات سندرسه في هذا الجزء ما يهمنا في مجال سيانة اللابتوب لا يهمنا أن ندرس كل الحالات التي تعمل بها OIC سندرس ما يهمنا في مجال صيانة اللابتوب لو لاحظنا هنا في البيزيك كومبريتور نلاحظ هذه هي البوابة الاند جيت وهنا لها طرفين كدخل لاحظ هنا هذا الطرف الدخل الأول وهذا الطرف الثاني والطرف الثالث هو الخرج والآي سي داخليا يتكون من اثنين اند جيت فوظيفة الآي سي يقارن ما بين قيمتين يخرج لنا قيمة ثالثة وظيفة الآي سي بكل اختصار هو عبارة عن مقارن يقوم بمقارنة قيمتين ليخرج قيمة ثالثة يتم رقبتها لدائرة ثانية او لعنوان ثاني بالنسبة لي البن اوت الخاصة بهذا الاي سي فهذا الاي سي مكون من ثماني بينز ثمانية ارجول البن رقم ثمانية هي الفي سي سي خط الجهد الرئيسي المغذي لقلب الاي سي رقم اربعة هي الجي ان دي او الارضي وباقي ترتيب البنات هي لاحظ من الداخل هو عبارة عن اثنين من الاند جيت فالبن رقم اثنين والبن رقم ثلاثة هي عبارة عن داخل او في اي اين او امبوت والبن رقم واحد ستكون هي الاوتبوت بما يخص الاند جيت الثانية بالطرف الاخر من الاي سي او الشق الثاني من الاي سي فنلاحظ البن رقم خمسة والبن رقم ستة هي الداخل الاند ورقم سبع هي الاوت حتى نفحص هذا الاي سي هل هذا الاي سي سليم ام تالف فالطريقة سهلة وبسيطة جدا ستقوم بالفحص على البن رقم واحد والبن رقم سبع ان كان البن رقم واحد سليم عليها جهد والبن رقم سبع سليم عليها جهد فهذا الاي سي سليم بالكامل اذا لم يكن لدينا جهد على البن رقم واحد مثلا هنا في الشق الاول فسنتقل الى متطلبات الاي سي هل البي اي ان الاولى على البن رقم اثنين موجودة هل البي اي ان على البن رقم ثلاثة موجودة اذا كانت البي اي ان موجودة على اثنين وموجودة على ثلاثة وغير موجودة على واحد فالاي سي تالف ويستبدل بنفس الرقم اثنين غير موجودة او ثلاثة غير موجودة فساقوم بايجاد القيمة اذا لديه مشكلة او خلل في متطلبات التشغيل وليس في الاي سي نفسه احكم ان اعترف الاي سي عند سلامة الدخل الاول والدخل الثاني والخرج غير موجود فاحكم على ثلاثة الاي سي اما فقط في المتطلبات ساقوم بايجاد هذه المتطلبات هذا ما يخص الشق الاول مون يخص الشق الثاني نفس الموضوع ما ينطبق على الجزء الاول ينطبق على الجزء الثاني سأقوم بالفحص على البن رقم 7 إذا البن رقم 7 عليها جهد فعل RC سليم 7 غير موجود سأنتقل إلى المتطلبات هل 6 موجودة؟ هل 5 موجودة؟ 5 و 6 موجودة لا يوجد 7 فعل RC تارف و يستبدأ الآت على البن رقم 7 غير موجودة سأنتقل إلى المتطلبات إن كانت 6 أو 5 غير موجودة سأقوم بإيجادها موجودة 5 و 6 فعل RC تارف و يستبدأ لأنه قام باستلام الدخل و لم يقوم بإعطاء نتجة خرج فعل RC تارف و يستبدأ نلاحظ هنا نفس ما تكلمنا عنه ترتيب البنات أو البن أوت الخاصة بالرقم 8 هي LBCC 4 هي GND وهنا لدي خطين دخل وأوتبوت وخطين دخل وأوتبوت على 7 طريقة الفحص الفحص المبدئي بشكل سريع الفحص على بداية على VCC على البن رقم 8 تكون سليمة ثم الانتقال إلى البن رقم 1 يجب أن يكون الخارج سليم ثم الانتقال إلى البن رقم 7 و يجب أن تكون سليمة 1 غير موجودة و 7 غير موجودة أرجع إلى متطلبات تشغيل الأيسي الأولية هنا أيضا نفس الموضوع نفس البن أوت الآن لو انتقلت إلى إحدى تطبيقات هذا الأيسي في مجال عملينا فنلاحظ بدينا هنا جهاز لينوفو جي 450 فنلاحظ هنا هذا الأيسي أيسي المقارنة الام 3.9.3 فنلاحظ هنا أيسي المقارنة مسؤول عن إنتاج أو تخريط إشارة البي اي سي آي ان أو إشارة الاسي أو كي المطلقة من أوي سي الشحن فنلاحظ هنا أول متطلب كدخل وهو البي آي ان لاحظ هنا من خط البي آي ان من خط البي آي ان يمر على عبر مقاومتين والتش ديفيدر ويدخل إلى البن رقم 3 فإذا هنا أول عملية مقارنة يتم التأكيد من سلامة خط البي آي ان أيضا هنا البن رقم 2 يتم إدخاذ على البن رقم 2 إشارة الارتي سي بي رفرنس هذه الإشارة القادمة من دائرة الارتي سي أو من دائرة السيموس الخارج سيكون هنا هو إشارة البي اي سي آي ان والتي تعادل أو كانت ب السابق هي إشارة الاسي أوكي إذن هنا هدينا عملية مقارنة لخط البي آي ان من مقاومة 2 وتمرير إشارة الارتي سي في رفرنس إلى البن رقم 2 الخارج هنا سيكون بعد سلامة الدخل الأول وسلامة الدخل الثاني سيكون لدينا هنا إشارة البي اي سي آي ان وهي إشارة الاسي أوكي التي ستفتح المسفتات وعمل الجهاز من سويتش الشاحن إذن هنا سيقوم بمقارنة أكثر من دخل ويعطينا خارج ثابت فنلاحظ هنا في هذه الدارة وعدم سلامة الام 393 سيقطع الجهاز باور تماما لأن عدم سلامة هذا الارتي أي عدم سلامة إشارة الاسي وبجالي سيكون الجهاز ميت جهاز قاطع باور بسبب الام 393 نراحظ هنا هذا نصف الاسي أو هذا الشقة الأول من الاسي بيو عشرة صفر اثنين القطع رقم اي ونفسها سيكون بيو عشرة صفر اثنين الجزء بي لو كتبت هنا الجزء الثاني والجزء بي فنراحظ أيضا المصمم هنا يقارن ما بين قيمتين قيمة الريفرنس الجهد المرجع على البرن رقم ستة وقيمة الريفرنس الجهاز ويكون لدينا هنا خرج يسميه المصمم TM3 ويكون لديه هنا قيمة لفتح بواب تحدى المسفتات وتخريج إشارة المين اون أو المين باور اون فإذا يجب التركيز على اسيات المقارنة عندما تكون في دوائر الشحن لأن لها تأثير كبير خاصة في أجهزة الأوروبي أو أجهزة الاستيراد كما يسميها البعض كأجهزة البروبوك والإلتبوك من اتش بي وأجهزة الدل برزيشن وأجهزة الليت الديود من أجهزة دل أغلب أو معظم وبنسبة 90% من أجهزة الأوروبي تحتوي الإعليسيات المقارنة M393 أو 358 في دوائر الشحن ودوائر البور وبعض الدوائر الأخرى لو أخذت تطبيق آخر في إحدى الأجهزة سنلاحظ هنا دارة الشحن مرتبطة ارتباط مباشر بأي سي مقارنة لاحظ مصفت السويتش الشاحن الجيت الخاصة به مرتبطة بمقاومتين فولتاج ديفايدر لاحظ هنا الجيت مرتبطة بمقاومتين فولتاج ديفايدر ولن يعمل الفولتاج ديفايدر حتى يكون هذا المصفت مع الأرضي الجيت الخاص بهذا المصفت قادم من آي سي المقارنة عند قدوم القيمة المناسبة لفتح البوابة سيتم فتح الدرين مع السورس ليفتح المصفت مع الأرضي ويتفاعل الفولتاج ديفايدر فعدم سلامة آي سي المقارنة هنا فلن يتفاعل الفولتاج ديفايدر وبالتالي لن يعمل الجهاز بالشاحن نهائيا وسيكون الجهاز قاطع باور تماما بسبب تلف الالم 393 إن كان تالب نحن نفترض الموضوع فهنا الPU10A هذه القطعة الأولى من آي سي المقارنة الالم 393 لاحظ المصمم قام بإدخال جهة البطارية البات هذا جهة الخارج من البطارية أيضا التحقق من منطقة البيتو فهنا لدي دخلين قيمة البطارية وقيمة البيتو والخارج هنا سيكون قيمة هاي فولت لفتح هذا الموسفت وبالتالي عمل الجهاز من سويتش الشاحن لو انتقلت إلى القطعة الثانية من IC PU10B نحن هنا في القطعة A لو بحثت عن الجزء الثاني من IC PU10B فهنا نلاحظ هنا المصمم قام بإدخال جهة البطارية البات إلى مقومة وقام بإدخال قيمة الجهة المرجحة وقام بإدخال قيمة الجهة المرجحة ويكون هنا لدينا الخارج بإشارة محمولة على ثلاثة وثلاثة فولت بإسم BATLR ويتابعها ب 2 من الاند ليخرج إشارة ستكون خارجة إلى السوبر ايو فإذا اسيات المقارنة الAM393 مهمة جدا 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 في دوائر الشحن خاصة عندما تتعامل مع أجهزة الأوروبي أو أجهزة الاستيران لاحظ ممكن تكون مرتبطة مع اسي الشحن أو مرتبطة بشارة الاسي اوكي أو مرتبطة بالإشارات الأساسية في اسي الشحن أو في اسي البواء فدائما عندما تعمل في جهاز أوروبي دائما تابع اسيات الAM393 لو تابعنا في هذا المخطط نلاحظ أن هنا أيضا لدينا الAM393 وهنا المصمم قام بالتحقق من منطقة البيتو والجهة المرجحة البيرفرانس ويكون لدينا خارج إشارة الادابتر بريزنت وإشارة الادابتر بريزنت من إشارات المهمة لإيسي الشحن من خلاله يتعرف على أن هناك شاحن سليم قد تم توصيله أيضا لدينا هنا اي سي آخر الAM393 المصمم يقتبر به إشارة الاسي ديتكشن أيضا هي التعرف على الشحن ومن أهم البنات من المطلبات الأساسية لعمل اي سي الشحن أيضا هنا يقارن ما بين منطقة البيتو مع منطقة البيرفرانس والخلط سيكون هنا قيمة الاسي ديتكشن 2.4 إلى 2.6 3.4 فنلاحظ ارتباط المقارنة بإشارات مهمة في الشحن أو على حسب الدارة الموجود أين موجد هذا الاسي؟ بكل بساطة وبكل سهولة ستقيس على البن رقم واحد والبن رقم سبعة البن رقم واحد عليها جهد البن رقم سبعة عليها جهد فالاسي سليم واحد ما عليها جهد سأرجع إلى المتطلبات ثلاثة أو اثنين بالنسبة للشق الآخر السبعة عليها جهد السبعة غير سليمة سأنتقل إلى الدخل أو المتطلبات على خمسة وستة هكذا يتم الموضوع وهكذا يتم عملية الفحص العملية ليست معقدة وإنما عندما تتعامل مع هذه الأجهزة الأجهزة الأوروبية التي فيها يكثر فيها الامثال تسعة ثلاثة فكل ما عليك هو فحص القيام على واحد وسبعة ويكون موضوع بسيط وميسر إن شاء الله تعالى إلى هنا قد انتهينا من شرح هذه المحاضرة وهذا آخر جزء إن شاء الله تعالى سيكون في دائرة الشحن بما يخص المستوى الأول ونلتقي معكم في شروحات جديدة لدائرة الشحن في المستوى الثاني والمستوى الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته